موسيقى لا تجربة ولا فضول في المخدرات الشعار ترفعه إدارة مكافحة المخدرات في الأردن كخط دفاع أول قد يحمي المجتمع من آفة تبدأ بنزوة ويصبح من الصعب اجتثاثها من دماء متعاطيها المخدرات كافة لا جدل حول خطورتها إلا أن الجدل في الأردن أمس حول قرار التعديل الأخير على قانون المخدرات الذي فيه إعفاء لمتعاطي المخدرات أول مرة من عقوبة السجن والاكتفاء بتوقيفه في أحد المراكز التابعة لإدارة مكافحة المخدرات زميلنا عماد العضايلة وقف على تفاصيل الموضوع وأعد لنا التقرير التالي من عمال نتابة من باب الفضول لا أكثر يدخل كثيرون عالم المخدرات عالم على أعتابه الأولى أبواب جهنم تفتح لتحرق مستقبل كل من جرت بدمائه لذلك أخذ الأردن نهجا خاصا للحد من انتشار هذه الآفة التي تأخذ من الأردن ممرا ومنطقة عبور ما بين دول الجوار المنتجة والمستهلكة ناهيك عن عدم تعدي نسبة الإدمان هنا لواحد في المئة نسبة قليلة إذا ما قورنت بباقي الدول في هذا العام تم ضبط لغاية اليوم من بداية العام تقريبا 9 مليون حبة من حبوب الكبتاقون المخدرة و58 كيلو من مادة الهروين المخدر و3800 كيلو من مادة المريقوانا وهذه كميات تعتبر بحد ذاتها كميات كبيرة جدا لكن من خلال التحقيقات والمعطيات الموجودة لدينا تبين بأن تقريبا 95% من هذه الكميات كانت متجهة إلى دول الجوار الحد من آفة المخدرات والتعاطي نهج لا جدل فيه إلا أن الجدل بات واضحا حول قانون المخدرات الذي تم تعديله حديثا حيث بات القانون يقضي بإعفاء المتعاطي لأول مرة وعدم سجنه لأسباب رأى فيها معنيون حماية للمتعاطي لا إعفاء له من العقاب عند تحويل الشخص إلى السجن الذي ينضبط لأول مرة أول شيء هو يكسر حاجز السجن ثاني شيء إذا كان يعرف تاجر واحد يتعرف على تجار كثير فيه داخل السجن فارتأت إدارة المخدرات أنه بدل توقيفه في السجن يتم توقيفه داخل إدارة مكافحة المخدرات لأنه مركز خاص أنشأنا لهذا المكان للتوقيف لهؤلاء الأشخاص أو علاجهم إذا وصلوا لمرحلة الإدمان مكافحة المخدرات ومن ثم التوعية من آثارها ويتبع ذلك علاج من وقع أسيرا لسمها محاور ثلاثة تعمل عليها إدارة مكافحة المخدرات في الأردن لحماية المتعاطين الذين روى بعضهم للإم بي سي قصته مع الإدمان والعلاج منه تعرفت على هذا المركز عن طريق صديق لنا كان هنا تعالج ونجح في العلاج ودلنا على الخير وأجينا هنا الحمد لله أول ما جيت كنت بتفرق يعني أني كنت عصبي وكنت أني مش متقبل إشي مش لا متقبل ناس ولا متقبل حدا المركز أنه ساعدني رغبة الأهل والمتعاطي إذن بالعلاج طوعا قد تقيه مر الأسر بعالم الإدمان وقطبان السجن تجربة قد يسير على نهجها قانون المخدرات الذي عدل حديثا من خلال علاج المدمن لأول مرة دون سجنه وذلك حسب ما يؤكده مسؤولون عمد عضايل مبي سي عمان مشاهدين معنا من العاصمة الأردنية عمان النائب والمحامي محمود الخرابشة عضو مجلس النواب الأردني صباح الخير صباح الخيرات أهلين نعم كما ذكر التقرير قبل قليل في الأردن ربما يعد بلد مرور وليس مستهلكا بشكل رئيسي للمخدرات وبشكل كبير وذلك بحكم موقعه ربما الجغرافي وهذا الموضوع يعد أقليمي فكيف تتم السيطرة على هذه المسألة وإن كان مرور ولكنه وصل أيضا للشباب يعني الحقيقة معروف أن الأردن كما أشار التقرير دولة ممر بين الدول المنتجة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبين الدول المستهلكة وبالتالي الأردن لا يعاني من هذه المشكلة كما أشار التقرير حيث لا تصل النسبة إلى 1% مما يعني أنها قياسا مع الدول الأخرى نسبة قليلة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أيضا هناك كفاءة وقدرة على متابعة هذه المادة وجميع المتعاملين فيها سواء كان مروجين أو تجار أو متعاطين وأثبتت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قدرة كبيرة على تتبع هؤلاء وإلقاء القبض عليهم لكن الحقيقة من خلال النظرة العملية ومن خلال التجربة وخبرة وتجربة إدارة مكافحة المخدرات أوصت بتعديل القانون باعتبار أن هناك توجهات دولية وإقليمية تعتبر المتعاطي للمرة الأولى مريض وليس مجرم مما يعني بالتالي أنه قد يكع بعض الأشخاص من المجتمع للأسف على ما يبدو أن هناك مشكلة في الصوت إلى أن يجهز ضيفنا أو على ما يبدو أنه جهز سعادة النائب هل تسمعنا؟ نعم نعم سعادة النائب استكمالا لحديثك وبخصوص الجدل الدائر حول القرار الذي وافق عليه مجلس الأعيان يوم أمس بعد أن تم رفضه قبل ذلك فهناك من يرى ربما أن هذا القانون في حماية للشباب المغرر بهم وأعطاهم فرصة أخرى وبالتالي إصلاح المجتمع وهناك من يعتبر أن العقوبة المشددة هي الحل فربما الشخص أو أي شاب عندما يكون عنده فضول لتجربة المخدرات رح يقول بينه بالنفس حاجة ربها مرة واحدة وخلاص ما رح أخسر شيء ومش عارف إيش ممكن تجرب الأولى تجر من ورائها فلذلك رأيك أنت شخصيا أولا ولهناك أي سلبيات لهذا القانون يعني الحقيقة أنا رأيي أنا عضو مجلس نواب وأنا كنت قد دافعت عن هذا التعديل باعتبار أن هذا التعديل كما قلت ينسجم مع التوجهات الدولية والوطنية التي تعتبر المتعاطي للمرة الأولى مريض وليس مدمن وأيضا أن هذا أصبح ضحية لفئة تمكنت من الإيقاع فيه وكما تفضلت أو أشرتي بأنه من حب الفضول قد يجرب هذه المادنة لكنه يقع بالنتيجة ضحية لاستخدامها نحن الحقيقة بهدف منح أو إعطاء فرصة لهذا الشخص المتعاطي حتى يعود عن تعاطي أعطي فرصة في حال ضبطه للمرة الأولى أن يتم تحويله خلال 24 ساعة إلى مركز متخصص تابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية لكي يبقى في هذا المركز ويتم علاجه وبالتالي نحن الحقيقة هناك هدفين بهدف واحد أولا بأنه تم إيقافه لوحده تحت إشراف الإدارة وثانيا أنه تم علاجه لأنه في حال إرساله إلى السجن قد تتطور الأمور وقد يتعرف أيضا على مجموعة من التجار وقد يصل إلى مرحلة تسيئ له ولا يمكن علاجه لكن هذا التعديل يصبح أسوأ مما دخل أنا أعتقد أن هذا التعديل يخدم الغرض بتحقيق العقوبة وتحقيق الردع لأن المجتمع أيضا عندما يعاقب إنسان يهدف من العقوبة إلى أن يعود هذا الإنسان لبني صالح في مجتمعه ويعود لممارسة أعماله في هذا المجتمع نحن حققنا الهدف الحقيقة من خلال هذا التعديل بأن أعطينا فرصة لهذا المتعاطي أولا أن لا تسجل سابقا بحقه قضائية تعيقه عن متابعة حياته ومسيرة حياته وثانيا أن لا يتم التطور بممارسة هذا العمل والتعرف على آخرين ممن يعملون في الانتجار أو الترويج أو التعاطي أو المكررين أو المدمنين بهذه المادة خاصة كما قلت أننا نتحدث عن من يضبط للمرة الأولى وليست عن من يضبط مكررا أو عن فئات أخرى نعم أكيد أتمنى السلامة والحماية لشبابنا وأننا لا يتم التغرير بهم أو تحت هذا المسمى فلديهم أعتقد الوعي الكافي أنهم يقدروا يدافع عن نفسهم ويحموا نفسهم من هذه الآفة كل الشكر لك كنت معنا من عمان النائب والمحمد الخرابشة عضو مجلس النواب الأردني يوم أكسي